اشتركوا في القناة وهل خرج الناس إلا عليهم ثم انقلب الحال أن صار السارق أمينا على حياة المسروق ليصح المثل الشعبي أخيرا حاميها حراميها مغداد تخرج متظاهرة كل يوم جمعة والمطالب لا تتجاوز الرغبة في استحصال الحقوق حقوق المواطن في وطنه وعلى الحكومة التي يفترض أنها تمثل ما بين التسويف والترقيع تمضي الحكومة في مسايرة غضب الناس الذي بدأ يبرد ويأخذ شكل العادة حتى يأتي الوقت الذي يصبح الخروج فيه إلى الشارع للمطالبة بالحق أمرا مملا وغير ذي جدوى الحال ذاته في بقية المحافظات التي تخرج حفظا لماء الوجه ومحاولة لإبقاء جدوة الغضب الأول مشتعلة وقد بدأت تأول إلى رماد ثلاثة أشهر ولا يرد على نداءات المتظاهرين بالإصلاح إلا الصدا هتاف صداهم إصلاح 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 ترجمة نانسي قنقر